لدي اختبار أذان بعد كم شهر وأفكر أني لا أصبح مؤدناً لأني لدي بعض المعاصي وأرى نفسي لا أستحق أن أصبح مؤدناً وإن أصبحت فلن أتخلى عن هذه الأشياء فهل يجوز أن أكون مؤدناً وفعل هذه الأمور؟ يعني كما قلنا قبل قليل يعني السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار المعصية منهم ليست كالمعصية من غيرهم وأنت المؤدن المعصية منك ليست كالمعصية من غيرك والإمام كذلك أنت قدوة بل الإنسان دائماً يسعى إلى تحسين حاله وأن يقترب من الله أكثر بل يبحث عن الأسباب التي تعينه على ذلك وكونك تتجه إلى الأذان هذه نعمة عظيمة أن وجهت إلى هذا هذه هداية من الله تبارك وتعالى وبعد هذه الهداية عليك الآن أن تستثمر وقتك في وقت الأذان عندما تؤدن تجلس هذا الوقت تذكر تصلي تدعو تقرأ قرآن تحفظ تحضر دروس العلم وغير ذلك من الأمور بالعكس اجعل هذا الأذان سبباً في تركك لهذه المعاصي يكون سبباً لذلك أنك الآن تقترب من الله أكثر وبعد دعاء أن تدعو الله تبارك وتعني يسر لك أمورك فهذا هو المطلوب